بدي رحب بضيفنا دكتور وسين بزي أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا فيك ست نانسي تحية لحضرتك ولمشاهدين أو تيفي أهلا فيكم نعتذر على التأخير اليوم دكتور كتير التطورات رجعنا شفنا اليوم مشهد الضاحية من بعد ربما هدوء نسبة إذا بنا نقول تما نقول هدوء تام ولكن هذا الحزام الناري يلي عم بيشنه العدو الإسرائيلي بالغراط تلع عمليا ما حصل بقصاريا بمقر إقامة بن يمين نتنياهو صباحا بما قيل أن مسيرة وصلت إلى عقر داره واستهدفته وحده الإعلام الإسرائيلي تحدث عن هذا الموضوع حزب الله لم يتبنى الجنب الإسرائيلي يقول أن المسيرة انطلقت من لبنان ولكن الاتهام وصل إلى إيران أنها تحاول اغتيال بن يمين نتنياهو شو صار بقصاريا اليوم صباحا لماذا الإسرائيلي باتهام إيران؟ وهل اللي عم نشوفه اليوم بعد الظهر هو ردة فعل على ما حصل؟ أكيد أولا لأنه عملية اليوم بقصاريا أصابت العدو بصميم هيبدو حتى إذا بدك نحن كمرائبين فينا نقول أنه استهداف رأس الهرم المقرر في كيان العدو لم يحدث أن حدث ذلك منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي وبالتالي النجاح الأمني الاستخباري والنجاح التقني بالتحكم بمسيرة لمسافة سبعين كيلومتر وكلنا بنعرف أنه هاي تالت مرة مسيرات بتوصل على قصاريا لماذا لم يتبنى حزب الله؟ حزب الله قد يكون ضمن تكتيكو أنه هكذا نوع من العمليات لا يتبنيها بسرعة قد يتبنيها وقد لا يتبنيها هيدا بينسجم مع طبيعة ما يتوخى حزب الله من رسائل ومن نتائج إلى علاءة بهاي العملية لكن واضح أنه مسار العملية يمكن يعطينا ست ننسي مجموعة ملاحظات الملاحظة الأولى أنه محاولة ربط المسيرة بإيران في نوع من السداجة وفي نوع من الاستغلال الرخيص للقول أنه هذه عملية اغتيال إيرانية هيدا النوع من الإعلان يوظف بإطار السردية التي يتبنىها نتنياهو بالذات عن إيران وعن الحلف الإيراني وكلنا منعرف أنه يفترض أن العدو سيقوم خلال قادم الأيام بتوجيه ضربي لإيران ردا على الضرب التي تعرض لها لكن ما يضحظ النظرية الإيرانية بهيدا الذي يسرب الآن هو أربع شغلات أول وحدة أنه تبين من كل المواجهة على مدى العام الماضي إلى الآن أن المكان الأكثر سهولي ويسرا لاستخدام سلاح المسيرات ضد العدو كما ثبت من التجربة هو الجبهة اللبنانية الجهة اللبنانية لأنه بالنسبة للإيرانيين بالذات المسافات البعيدة والطويلة بالنسبة للمسيرات واللي أحيانا زمنها يصل إلى عشر ساعات مثل ما شفنا بذاربة 13-14 نيسان الماضي يثقل من واقع قدرة هذا السلاع على المناورة وممارسة عنصر المفاجأة والوصول إلى أهداف نوعي هاي واحد اثنين بكل الأدبيات العسكرية اللي عشناها بهالسنة وأسبوع أو عشر تيام تبين أنه قرب الجغرافي اللصيق من لبنان بالنسبة لكيان العدو يثقل على العدو واقع القدرة على تشخيص سليم لهذه المسيرات اثنين المسافة الزمنية اللي أطعط المسيرة اليوم بأدبيات العدو لا تتجاوز السبعين كيلومتر ثلاثة هذا النوع من المسيرات الذي يستخدمه حزب الله واضح أنه البصمة الرادارية تعته ضعيفة جدا واحد اثنين أنه مطلي بنوع من الطلاق يجعل إمكانية رؤية الرادارات لإله تكاد تكون مستحيلة ثلاثة القدرة على المناورة من ارتفاع عالي والانخفاظ بشكل مفاجئ وسريع هو واحد من إمكانات هذا السلاح أربعة إمكانية أن تكون صياد 107 وهي مسيرة يصنعها حزب الله لكن مصنف بإطار أنها نوع من المسيرات المصنعة بإيران لكن حزب الله يصنعها سواء إذا كانت صياد 107 أو أنواع المسيرات الأوكرانية التي يستخدمها حزب الله وهي مسيرة سباق واللي يفترض أنه ضرب فيها قاعدة قليلوت ردا على اغتيال القائد فؤاد شكر هيدا نوع تاني هيدا نوع من مسيرات سباق التي استخدمها الجيش الأوكراني بفعالية شديدة ضد الروس طوال سنتين واللي يبدو بحسب إعلام العدو أنه حزب الله امتلكها من السوق السوداء العالمي بدأ إلا كيف وصلت له نحكى عنه هيدا الحديث وأنا حكيته بالإعلام وقت ضربة قليلوت الشهيرة على القاعدة على الوحدة 8200 أمان التاب على المخابرات العسكرية أمان حينها انحكى عن خمس مميزات لهذه المسيرة السباق الميزة الأولى هي أنه بظرف أقل من خمسين ثانية فيها تتحول من السرعة سفر للسرعة مئة كيلومتر ضمن هالوقت القصير جدا خلال ثواني قليلة واحد اثنين عند قدرة على الهروب من كل طبقات الاعتراض التي يملكها العدو القب الحديدية مقلاع داود وغيرها ثلاثة عند قدرة إلى النفاذ من نوافذ الأبنية وحتى من مداخن الأبنية لهذه الدرجة أربعة قادرة تحمل وزن قضيفة أربيجي من المتفجرات وحتى ممكن تحمل قضيفة أربيجي إذا حملت بذلك خمسة وهيدا الأهم أنه قادر تناور على أهداف بالعمق الصهيوني براحة شديدة وبمجموعة من خيارات لا تعتمد على استخدام مصار واحد وبالنهاية تشغل عبر ما يسمى منظار افتراضي عبر وسائل إلكترونية اللي بيرتذي هذا النظارات الافتراضية بظل قادر يتحكم فيها من خلال هذه النظارات حتى وصولها إلى الهدف يعني ترجح أي مسيرات أنا برأي اللي ضربت قاعدة بن يمينة قاعدة قولاني على الأرجح مثل ما عم بيبين من الإعلام الأجنبي هي صياد 107 وأنا برجح لأنه قيساريا منا بعيدة كتير عن قاعدة بن يمينة ولأنه بعد ما عنا معطيات حول فعل التدميري بالإصابة اللي عملتها لأنه فيه تكتم شديد على المعلومات باستثناء بعض الصور يلي أظهرت بيجانب من بيت نتنياهو اليوم نشر الإعلام الإسرائيلي بس ما بينت حجم الأضرار الفعلي عكل حال بالأسئل اللي عم نطرحها أو بالعبر المستخلصة اليوم أولا فيه إطباق كامل وتستر ورقابة على الحدث واحد تنين فيه اعتراف أنه هي أصابت منزل نتنياهو في قيساريا تلاتي الفيديو اللي طلعني في نتنياهو بأقل من دقيقة أو نص أو دقيقتين فيديو متقن الإعداد معمول على جزون يمكن صحيح بحديقة بيت نتنياهو بس مش ضروري يكون معمول اليوم لأنه ما في حركة بتفرجيك عوالم أخرى للبيت الطريقة اللي حكى فيها نتنياهو لم يتكلب عن الحادث بعينها صحيح كان عمومي قال أنا مستمر في معركة النهضة حتى النهية ضد هؤلاء بلا ما يحدد طبيعة ما تعرض له هو أو بيتي بس حدد من بعد اغتيال زعيم حركة حماسيح يحيى السنوار بس ما حدد حادثة التعرض لبيتك حسرا بموضوع المسيرة ولا كلمة آلة بالفيديو بتبين أنه عم يحكي عن حادثة المسيرة شو بيعني؟ هيدا بيعني أنه هذا النوع من الغموض فيه نوع من تحكم حتى بالتظهير لكن ردة الفعل الآسي على الضاحية واللي واضح بشكل لا لبسة فيه إنه مربوطة بحادثة قيساريا ومنزل نتنياهو هذا النوع من الغضب التدميري من الغضب الاجتثاثي بيشعرك أنه كبرياء هذا العدو قد ختشت رأس الهرم فيه قد استهدف وعيه قد كوية بمعركة كي الوعي بضرب كبير حتى أن هذه العملية قد نعتبرها افتراضيا كأنها رد على اغتيال السيد حسن نصر الله لأنه من يسعى للنيل لنتنياهو بمنزله واضح تماما أنه يريد أن يجب من نتنياهو ثمن يوازي ثمنا ارتكبه ولم يرتكب نتنياهو تجاه لبنان أضخم وأكبر من استشهاد سماحة السيد وبالتالي هيدا بمفاعل الرد تعاطي حزب الله الغامض لا يقل أهمية بالأسئلة التي يطرحها عن تعاطي الإسرائيليين الغامض لكن ما تتعرض له الضاحي الآن بعد تقريبا عشرة أيام من الهدوء وبعد كلام أموس مبارح عن خفض التصعيد بالضاحية وبعد كلام الرئيس مئاتي عن لنيا أشو مع بلينكين بهذا المجال سقوط كل هذا دفع واحدة وذهابنا إلى غارات قلت أنت قبل شوي إن أحزم نارية بالضاحية بفرجينا ردة فعل للعدو فيها صدمة فيها تفلط فيها غضب لا بل فيها جنون ليش كل هول فقط لأنه وصلوا على بيت نتنياهو وصلوا له الرسالة بغض النظر إذا أصيب أم لم يصب أن هناك أمرا لا زال مخفيا لم نعرفه حتى الآن جير التكتم عليه وقادم الساعات هو الذي يحدد هون بدأ أسألك عندما يشكك دكتور وسيم بازي مش بالفيديو طبعا نتنياهو ولكن بتوقيت تسجيل هذا الفيديو وكأن هناك إشارة إما إلى أن هذا الرجل أصيب وإما إلى أن أحد أفراد عائلته أصيب خصوصا أنه اليوم بعض الإعلام العبري يتحدث عن مقتل نجل بن يمين نتنياهو قبل ما يرجع يسحب هذا الخبر أنا حقيقة يعني ما بدي أتورط بهك نوع من السيناريوهات أنا عم شكك بالإطار العام وعم ضيء على الثغرات الموجودة بالمشهد دون أن أذهب إلى توقعات قد لا تكون صحيحة تمثل خيبي لمنطقنا وخيبي للناس المتلهفة لذلك أكتفي بإشارة إلى الفجوات الموجودة بالمشهد المقدم حتى لبس التياب العميس والبنطلون الأسود ولبس النظارات السود في شيء من شو إعلامي ميديا تحاول أن تحاكي اللحظة لكن دون أن تروي الغليل أنا بقلك أنه في مدون اسم رون كوهين يسكن في منطقة قيساريا وقريب من بيت نتنياهو طرح مجموعة من علامات الإسلام هو مدون على مواقع التواصل الملاحظة الأولى ليش حرس رئاسة الحكومة والقوات الخاصة اللي بترافقه إجت بهالسرعة على المنزل ليش طائرات الهيلوكوبتر التاب على رئاسة الحكومة إجت بحماية الطيران الحربي وغطت الحضور إلى المنزل ليش هذا الإجراء الكثيف من التكتم والكتمان هو طرح أسئلة من خلالها قال أنه ربما هناك أحداث جرت لبيتم الكاشف عنها حتى الآن يقال دكتور بازي أنه حجم هذا الحشد الأمني اللي كان بموقع الحادث يشير إلى أنه لأ قد يكون هناك إصابات داخل منزل بين يمينتين ومن دون ما نفوت بهذا السيناريو ولكن هذا العدو اللي تكتم كل هذه الدرجة بتتوقع أنه يكون بالساعات أو بالقادم من الساعات مثل ما حضرتك قلت أي شيء قد يؤشر إلى نتيجة مختلفة عما يصرح فيه العدو الإسرائيلي عن عملية قصارية؟ يمكن المسار اللي هو قدامنا لحد هلأ مسار طبيعي يمكن المنطق أنه نتانياهو مرتصارة ما يكونوا بالبيت ويكونوا موجودين بمنطقة محصنة لكن انتبهي المسيرة لم تستوعبها صفارات الإنذار إلا بآخر 30 ثانية قبل وصولها إلى منزل نتانياهو وبالتالي الهوامش اللي ممكن تكون انعطت إذا كانوا موجودين بالبيت هوامش ضيقة جدا ما بين 30 ثانية ودقيقة واحد واحد وهنا هيدا إعلامهم اللي عم بيقول مش أنا 2 ست ننسي أيضا حتى نكون واقعيين مبارح في حدث زلزالي هز العالم اسمه استشهاد القائد البطل يحيى السنوار سرعة الأحداث بمنطقتنا وتدخلها وثعلها اختفى اليوم ما جرى للسنوار أمام ما يجري لنتانياهو وبالتالي هيدا بفرجيك أي إيقاع سريع للأحداث نعيش في هذه الأيام أي مصيرية لأمور تكون خارج الحسبان والتوقع فجأة بنلاقيها عم بتصير قدامنا هيدا لصار اليوم هو إشارة لا لبس فيها أن المقاومة في لبنان لها من القدرات والإمكانات والأداء الاستعلامي الاستخباري وتوظيف السلاح في إطار المعلومة الاستخباراتية والدفع بمسيرة من العمق اللبناني بما يتجاوز السبعين كيلومتر مع مناورة مع شركتين أخريين من المسيرات لإلهاء وسائل الاعتراض ومع رشقات صاروخية لاستنفاذ وسائل الاعتراض وتحوير أنظارة ثم تذهب هذه المسيرة وتلتقي تحت كاميرات المستوطنين هي وبتريئة بطائرة هيلوكوبتر تلقي عليها التحية وبتظلم كفي باتجاه بيت نتنياهو هذا حدث غير مسبوء بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي لم يحدث منذ خمس وسبعين عاما أن وقع حدث استهدف رأس القرار في كيان العدو ولا أيام بن جوريون ولا أيام موشي شريت ولا موشي ديان ولا قول دمئير ولا بيريز ولا رابين ولا براك ولا بيجن ولا شمير ولا كل من مر بل تعرضت هذه المسيرة لمن يدعي أنه ملك إسرائيل وهيدي بمعركة كي الوعي عم بيقول عن نفسه هو داوود العصر وبالتالي هذه المسيرة دخلت في كل هذه السرديات دفعة واحدة ومزقتها لا بل هي فعل ثعر متأخر بغض النظر إن كان أصيب أو لم يصب سليم أو غير سليم هي فعل ثعر متأخر لكل من تبجح الغرب بوسائل المتقدم لكي يغتالهم وكل هؤلاء القاد المقاومين لم يغتالهم كيان العدو فقط بل اغتالهم الغرب بأدواته المتقدم وعلى رأس أمريكا وكلنا منعرف أن الذي يغتال في لبنان هي منظمة العيون الخمسة وهي تحالف استخباراتي مكون من خمس دول هي أمريكا وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وهو ذي اللي عندهم فعلا القدرة المكينة الاستثنائية وتوظيف القدرات الهائل لأنهم يطبقون خناقهم على العالم أجمع وبالتالي ستنانسي رسالة المسيرة بتقول هؤلاء المقاومين الفقراء الذين يتعرضون لعشرات آلاف الغارات منذ سنة وأسبوعين إلى الآن ورؤوس لا تكاد ترتفع من شدة الغارات والنيران تحت هذا الواقع لا زالت لديهم القدرة والإمكانية لتوظيف العلم المتواضع الموجود بين أيديهم لتحقيق هكذا مستوى من الإنجاز هذا الإنجاز بالمسيرات سلاح المسيرات لحاله بده حديث هذا الإنجاز بالصواريخ هذا الإنجاز على الحاف بالاشتباك وبمضادات الضروع ثلاثة أقانيم متوازية الآن تضرب بالعدو لتقول له هل أنت لازلت تستطيع أن تتحمل الثمن الذي تدفعه قبل أن تقتنع بالذهاب إلى وقف هذه الحرب ووقف إطلاق النار أم مطلوب بمعادلة الإيلام التي أعلن الشيخ نعيم قاسم مزيد من الألم لهذا العدو أخذتنا إلى السؤال الذي كنتم حضرته بعد كل هذه السردية دكتور وسيم بازي اليوم بكل عملية قصارية تضعنا أمام احتمالين لا يوجد ثالث لألن على ما أعتقد احتمال أول إما أن يزيد الجنون الإسرائيلي وهو قد زاد بغارات الضاحل بس بدنا نشوف شو بدوا يستتبعوا هذا الجنون إما أن يزيد الجنون ونذهب إلى رد على إيران من نوع ليس فقط استهداف الأهداف العسكري والبعض وضع مسألة المسارعة إلى اتهام إيران كنوع من تبرير لنقل مرتبة الاستهداف من العسكري إلى النفطة ما رح نقول النووي هذه نقطة وبالتالي مشهد المنطقة إلى مزيد من التأجج والصراع والحرب الطويلة إما أن يؤدي هذا الأمر ولو من بعد تصعيد محدود بدوا يستخدموا الإسرائيلي كنوع من هيبة أن يوافق على الإنخراط بمسار ما بعرف ديبلوماسي اتصالات نحو الحل للسياسي أي من المشهدين هو الأرجح اليوم خصوصا أنه نحن عم نحكي عن الزيارة يفترض ما بعرف إذا رح يلغي أموسوكشتين إلى لبنان يفترض أن تكون الأسبوع المقبل هو لمجرد رح جاوبك من الناحية من الآخر لل مجرد أنه أطل أموسوكشتين بالأمس على إحدى المحطات ليلا وأعطى مقابلة سرب من خلاله أني في وقت قريب جدا سأكون في بيروت دون أن يكون لدى المعنيين من المسؤولين أي إشارة بقرب القدوم ما كان أيلون مع أنه قال أنه متواصل مع الرئيس هو متواصل معه صحيح لكن ما كان حدا بعده عم يحكي أنه هوكشتين قادم قريبا وأنا عم بحكي بناء لمعرفة ومعلومات خاصة أنه ما قبل هذا الإعلان كان الموقف الأمريكي معطي للبنان الإذن الطرشة ومسكر قنوات التواصل وتارك الفرنسيوي يعب الوقت الضايع من الغياب الأمريكاني حتى لو كان فيه اتصال أربعين دقيقة بين الوزير بلينكين ورئيس نبي هدري؟ أكثر من هيك هو بدأت العودة إلى التواصل اعتبارا من اتصالي بلينكين بالمناسبة بلينكين أربع سنين على رأس الخارجية أول مرة في هذه السنوات الأربعة يبادر لفتح قناة سياسية عبر الاتصال مباشرة مع السيس اللبنانيين بتقليلي الرئيس مئاتي سبق والتقى بميونيخ وسبق والتقى بنيورك وحكى معه بقلك صحيح لكن باتجاه لبنان هو البادر صح هو الذي بادر وأموس هوكشتاين يحتكر هذا الملف ولا يسمح لأي مسؤول أمريكي آخر بالدخول عليه لأنه مكلف به رئاسيا ورأعطيكي إثبات تاني أنا ليش فيت بلينكين قبل ما نحكي بلينكين بعد الاتصالين اللي عملون بلينكين مع الرئيس مئاتي والرئيس بري ومع الرئيس بري استمر 40 دقيقة صحيح أموس هوكشتاين يعني بادر هو للاتصال بإحدى المحررات في إحدى القنوات المحلية وهي تتكلم الإنجليزية جيدا وبيعرفها شخصيا عم بيحكي باليوم اللي حكى فيه بلينكين مش عن مبارع وهو قال أنه بدي أطلع معكم مقابلة الليلي وكانت مقابلته في تلك الليلي على تلك المحطة ومحطة تانية كأنها تجويف إعلامي وسياسي ومعنوي لاتصالي بلينكين في ذاك النهار أف هذا صراع أجنحة داخل إدارة أمريكية معروف أنه أصلا يحتكر هو منطوال مرحلة الطوفان الأقصى على الأقل بتكليف من الرئيس بايدن شخصيا يحتكر هذا الملف ملاحظة تانية أنه بالمؤتمر اللي بدوا يعقب بفرنسا بـ 24 و 25 واللي بدوا يترقص الرئيس مكروم مع الرئيس ميئاتي مع جوتيريش أمين عامل أول المتحدة كان يفترض أن بلينكين هو من سيمثل الولايات المتحدة في هذا المؤتمر ما سرب الآن حتى الآن في بيروت أن الذي سيمثل الولايات المتحدة هو أمس هوكشتاين وليس بلينكين مش خفض بيعتبروا للتمثيل ولا لا لأنه بيعتبروا هو بالمعنى التراتبي هو خفض لكن بالمعنى التأثيري بما أنه هو مستشار بايدن ومبعوثه الشخصي يعني هو أسرع قربا من دائرة القرار من البيروقراطية الموجودة بحالة بلينكين أوكي بس عم نحكي عن أما بالجزء الثاني أنا جوابتك أنه الدبلوماسية أنت أسمت سؤالك هل بنكون نحو الدبلوماسية والتصعيد مع إيران مجرد أن الأمر كان منذ اتصالي بلينكين إلى إطلالة أموس بالأمس وما بينهما ما بينهما في كلام صار بن أموس هوكشتاين على التليفون مع أكتر من حدا من المعنيين الكبار واترح موضوع خفض التصعيد من إبل أموس هو الذي بادر للحديث عنه بالنقاش اللي صار مع المسؤولين اللبنانيين المسؤولين اللبنانيين لأنه خفض التصعيد يشمل بالعرض لتقدم جغرافيا محددة مثل الضاحية الجنوبية أو بيروت فهم من هذا الكلام إذا بدنا نقبل فيه وكأنه تسليم بالضرب الذي يحصل على البقاع أو الجنوب أو بقية المناطق الأخرى ومش منطقي أنه نحن نجزئ قبولنا لخفض التصعيد هنا وكأننا نعطي شرعية للقصف والضرب هناك لذلك لم نستدرج إلى هذا البزار والدليل أنه بعد ما أعلن رئيس الحكومي بإحدى إطلالاته من أربعة أيام عن مسألة خفض التصعيد وبالمناسبة هو قال نوع من الضماني صحيح لم لأنه عارف أنه الأمر كان منهم قادرين يجيبوا ضماني أكتر من هيك إذا إسرائيل بدأت تكسروا الضمانتهم بيغطوها وبروحوا ما يتوجهم ما عندهم مشكل والدليل ليس أنه بعد مؤابلة رئيس الحكومي انضربت الضاحية مرة الدليل هو ما يجري اليوم هلأ اليوم يمكن مرتبط أكتر بس بعد أجيبك عن موضوع إيران رح نفوت فيه شوي بالتفصيل بس لأنه هلأ نحن هيدا المسار السياسي حكينا عنه بس أنا عندي ريهان ريهان على المستوى الشخصي أنه مبادرة أمس مبارح للدخول بتفاصيل لبنانية وإن كانت مبارح مقابلته فيها طبقة تغيير بالأدبيات المستخدمة يعني فيه تغيير سلبي شو هو التغيير السلبي أول مرة عم بيبين هلأد عم بيفوت على تفاصيل لبنانية عم بفات على الدروز والشيعة والمسيحيين والسنة صحيح هذا وائعنا بس مش لايء مسؤول رسمي أمريكاني يفوت على تفاصيل الطائفة تبع البلد ولو إنه عم بيعلن حبه للبنان ويتغزل فيه ملاحظة تانية اللي ظهرت بكلامه مبارح هو إنه عم يحكي عن الجيش لهو استثمار أمريكي بالكامل كأنه متقدم على الدولة بحماية السيادة اللبنانية التي تحمي السيادة السيادة الوطنية هي الدولة بكل مؤسساتها والجيش هو إطار تنفيذي صحيح كلنا عزتنا وعلمنا واستقلالنا مربوط بالجيش لكن الأساس فيه هو انتماءنا الوطني لأنه اللي بيجمعنا كلنا قبل الجيش هو الوطن بالنهاية الجيش مؤسسي من هالمؤسسات رح نحكي ليش عم بيقشر إلى الجيش رفع زيادة بعقيرة التركيز على الجيش وهيدا إلو أهداف جانبية رح نحكي فيه العمر الثالث الملفت لأول مرة بيحكي عن تعديلات بالعرار 1700 كان لفتلة قبل بمرة بإطار أنه لم يعط كافيا هيدا أول مرة بيكون صريح وبيقول نحتاج إلى تعديلات أو إضافات أو إضافات وكلنا بنعرف أنه هكذا نوع من الأمور أول شي لازم أن يناقش رسميا ثالث شي بده شرعية بميس الأمن أنه الروس والصينيين موجودين عند أموس بس بده ليعدلوله الأرار ظروف الأرار بالألفين وستة مختلفة عن ظروف الأرار هلأ ستننسي وبعد في كتير ملاحظات ورأت بإطلال تمبارح بس فينا نعلق عليها بإطار النقاش والجزء اللي سألتيه لإله علاقة بإيران إذا بدك بجاوبك عليه بعد شواء قبل ما نفوت على إيران لأنه بموضوع الأمريكاني كتير لفت لما نحكي عن مسألة صراع الأجنحة بايدن أموس هوكستين أصدق بلينكين بلينكين عفوا شفت صرنا ما بيأثر ما هو بايدن خرفانه معاش موجود أصلا مش موجود على نحن ما نصير هيك يا دكتور بعد بكير علينا المسألة اللي كنت بدي أطرحها بين بلينكين والبيروقراطية اللي حضرتك تحدثت عنها بالإدارة الأمريكية وبين الأوتوستراد يلي فتحه أموس هوكستين الأرجحية لمن بهذا القرار بلينكين شو عطى يعني لما نتصل شو قال للمسؤولين اللبنانيين قد يكون مختلفا عما يطرحوا أموس هوكستين علما أنه بلينكين متشدد أكتر يمكن بالموقف تجاه إسرائيل أنا بدي ذكر ثماني زيارات أو تسعة عملوا نبلينكين على المنطقة خلال طوافان الأقصى لم يلتفد بوجهه تجاه لبنان ولو مرة واحدة في هذه الزيارات التسعة صحيح هيدا إثبات أنه هو غير معني بالملف اللبناني وأن زيارات أموس الخمسة هي التي تمثل انخراط أمريكا في هذا الملف هي واحد اثنين هيدا الخلاف بيأثر على التفاصيل لكن ما بيأثر على السياسة العامة التي تتبناها أمريكا بأي معنى على التفاصيل بلينكين مثلا يؤيد أن يكون لفرنسا دور في لبنان مسموح به أمريكيا ومغطى به أمريكيا ولو دور محدود وهيدا المؤتمر لهلأ عم ينعمل بباريس تحت عنوان دعم الدولة ودعم الجيش وتأمين المساعدات وغيرها يتم تحت هذا الكوريدور الضيق المطروك للفرنسيين في حين أنه أموس لا يريد أي تدخل فرنسي بالملف اللبناني طيب أموس فالل بعد كم أسبوع أكتر من هاك وبلينكين فالل طبعا إذا فلت الإدارة الديمقراطية بكل الحالات حتى يقال أموس حتى إذا رجعت ربحة كامالا هارس حظوظه بالبقاء بالإدارة من نجايد لأنه علقته مع كامالا هارس من نجايد أصلا علاءة أموس بهذه الإدارة عائدة لصداءة شخصية بتربط بينه وبن هنتر ابن الرئيس وعلاقة شخصية قديمة بتربطه بالرئيس بايدن منذ كان نائبا للرئيس لكن بايدن عنده مشكل مش موجود بالسلك الرسمي تبع الإدارة الأمريكية لأنه على ملف لما اشتغل مع جينيا بيساو بالتسعينات كما أعتقد ولم يستطع على ضوء هذا الملف اللي عليه شبهات فساد أن ينال موافقة الكونغرس لكي يكون داخل جسم الإدارة لذلك تم قرب الرئيس بايدن تشكيل مجموعة صغيرة فيها أربعة أو خمس أسماء أمس واحد منهم كانوا يكلفون بمهمات رئاسية وكان لأمس الحصة فيها لبنان بالمناسبة أمس من هلأ مأمن شغل بشركة زيت الإمارات الوطنية أدنك وهو سيكون عضو مجلس إدارة في هذه الشركة بالذات مباشرة بعد أن تنتهي ولاية إدارة بايدن يعني شو إلا نفع ساعتها الزيارة بعض والانخراط بالملف البناني عم بيجربوا يعملوا شيء قبل موعد الانتخاب نحن عنا استحقائين زمنيين ما فينا إلا نتعاطى معهم بحسابات بغض النظر عن الأوهام موعد خمسة تشرين الثاني الذي سيحسم سيبقى الديمقراطيون أم سيأتي ترامب لأن الحسابات تختلف وتفترق مع احترامي لكل اللي عم بيقولوا أنه الحرب باقي سنة وباقي ستة شهور وأنه نتنياهو رح يخذ انتخابيته بالألفين وستة وعشرين عواهج هاي الحرب اللي عم بيخوضها ضدنا مع تأديري ومحبتي وفي منهم بيحترمون أنا هوا الناس أنا رأيي الشخصي أنه التقييم يجب أن يكون تقييم كل فترة لا يمكن أن نتحدث عن سياقات بعيدة عنا موعد خمسة شرين تاني إذا بيقوا الديمقراطشي إذا إيجا ترامب شي تاني على ضوء ذلك عنا موعد عشرين كانون تاني موعد استلام الرئيس الجديد وبعدين عنا نيسان أيار لما الإدارة الجديدة إذا إيجا ترامب بيكون ركبت ملفاتها رأيي الشخصي أن هذا الإيلام الذي يتعرض له العدو سيجعل قدرة هذه الحكومة على الاستمرار بهذه المعرك لأشهر طويلة شبه مستحيل وبالتالي هذه المواجهة الحالية تقاس بالأسابيع حساباتها وليس بالأشهر والسنوات أنا بحيلك اليوم بالذات لنيورك تايمز وهي واحدة من أهم الصحف الأمريكية ثلاث ملاحظات نقل كثير قصة مهمة ثلاث ملاحظات الأمر الأول أنه معلومات خاصة من زابط كبير بجيش العدو واحد ما فينا ننزل الهيلوكوبترات لإجلاء الجرحة بمروني على أرض جنوب لبنان نخاف أن نتعرض لعمليات أسر من قبل حزب الله واحد اثنين طبيعة الجبال والوديان في جغرافيا جنوب لبنان تجعل مضادات الدروع قادر على الفتك فينا وتكبيدنا خسائر سواء عبر العبوات والكمائن أو عبر الرصاص الفردي أو عبر مضادات الدروع ثلاثة وهون الأهم رغم ألاف وعشرات ألاف الغارات نيويورك تايمز عم بتقول التي ضربنا فيها حزب الله نحن مشدوهون من مستوى القوي والثبات الذي يواجهنا به على الأرض هاي دي نيويورك تايمز اليوم هك عم بتقول أنا خليني أخذ أمثلتي المحسوسة من قلب الميدان بنبلش بكمين عديسي لإيجوزو لقولاني مننتقل لكمين الأوزح رامية عيت الشعب كمان للسيء الذكر قولاني مننقل منرجع ستنانسي لضربة قاعدة بن يمينة كمان لقولاني طيب هذي ثلاث ضربات معلنين وهلأ معلن الحزب عن تدمير اتنين ميركافا طلعوا بالضبط من ثكنت زرعيت باتجاه رامية وجرى ضربهم باللبون بقية العالم بالليل تتفرى بالعين المجردين على اتنين ميركافا عم يحترقوا فيه إحصاء أعلن عنه قبل شوي بشكل غير رسمي عدد الميركافات التي دمرت في هذين الأسبوعين ونصف هو اتنين وعشرين ميركافا هوضي غير بالألفين وستة كان ميركافا دمار لا بمعركة وادي لحجير هوني وسهل لخيام كانوا معركتين نحن بعدنا عم نقول لازلنا في البدايات وكان الكورنت بالألفين وستة وصل إلى ميدان الجبهة مع الهدن بثلاثين وواحد وثلاثين تموز وبدأ الشغل فيه بواحد قاب فيه مقاوم مقاوم بيعرفوه أهل الأرض اسمه بلال عدشيت من بلد اسمه عدشيت كان متموضع ببلدة زوتر الغربية بلال عدشيت مع القبضة اللي معه ويمكن ست سبع حشوات أضاق جيش العدو المرارة بوادي الحجير وبالأخير وبصعوبة يقدروا أنه يحددوله نقطه ويستهدفوه وقد سقط شهيدا أنا عم بعطي هاي العينات نانسي لأقول الإحصاء لحد ما قبل أتيل عكا اليوم اليوم بقصف عكا رح أتيل صار العدد 22 أتيل أرقام العدو أرقامهم أنا أنا عم ناعش العالم بأرقامهم هني لا بدي ابني أوهام ولا بدي أخذ روايات أخرى بدي أخذ رواية العدو الإسرائيلي 22 أتيل و376 جريح غير اللي سقطوا اليوم هاي دي بالأتلة والجرحة 22 دبابة ميرغاظا طيارتي هيرمز 400 أسقطوا 450 أسقطوا بيوم واحد وغير ذلك من الحواصل الأمر تاني مهم عم بيعانوا منه الإسرائيلية هني عم يحكوا جماعة إيجوز عملوا مثل ما قالت يا دعوت أحرونوت شبه تمرد من أربع تياب على ضوء اللي صار معن على بوابة عديسي بعبوات الكليماغور قالوا إنه حزب الله يستخدم رصاص قادر على اختراق دروع الأفراد اللي هني لابسينا قالوا إنه زباط عم يدفعوا فيهن إلى المواجهة لقدام دون أن يكون التمهيد الجوي بالمستوى المطلوب هني عم بيقولوا جماعة إيجوز ثلاثة والأهم إنه نحن عم بتم التعاطي معنا من قبل زباط عم يرموا فينا بالتهلك بأرارات متسرعة قبل أن يؤمنوا لنا منظومة الأمان قبل أن ندخل إلى لبنان هاي الروايات أنا عم بقراها من إعلام وكل العالم عم تقراها كيف هيدا الجيش بظل هيدا الثمان وخمس فرق من تشري وورا الخمس فرق في قوى لهذه الفرق موجودة بالنصق الثاني من الإسناد عم تتعرض لصليات عم تجبي منا أثمان لدرجة أنه في عالم بشمال فلسطين المحتلة بس قاعدة بترائب طائرات اللواء 669 اللي هو لواء المروحيات الطب بتعد قداش عم ينزل بمستشفى زقاف قداش عم ينزل بمستشفى رامبام وقداش عم ينزل بتل أبيب مروحيات لا يعدوا قداش فيه أتلى وجرحة رأيي الشخصي أنا هذا المستوى من الاستنزاف الذي يتعرض له جيش العدو أقيد المقاومة عم بتقدم خسائر وخسائر كبير جدا والمقاومة تعتبر أن هذه المعركة هي أقصى ما تتمناه لذلك هي الآن عم بتمارس أجمل هواية عندها أولا وفاعا لسماحة السيد الشهيد حسن نصر الله اتنين لتضيق هذا العدو كأس الزؤام الذي ما ذاؤه بحياته أمام هذا الثمن هل يستطيعون الاستمرار بهذه الوتيرة لأكثر من أسابيع القادم من الأيام هو الذي يقدم الإيجابة مهم كثير دكتور بزي لأنه بعتقد أنت أول حدا عم بيقول أنه أو يعاكس كل التوقعات بأن الحرب قد تكون طويلة نحن بالأخير عم نحل في أمر ليفت كان هذا الأسبوع بس قبل ما فوت فيه سؤال على السريع بلينكن الطر يتواصل بشكل مباشر مع المسؤولين اللبنانيين لأن مظبوط اللبنانيين بطلوا عم بيردوا على أموس هوكستين لا برأيي أنا الأمريكان حسين بمسؤولية ما بالموضوع اللبناني لكن الأمريكان شركة بالضربة الإسرائيلية اللي نحن تعرضني له هذا الأمر كتب عنه موقع بوليتيكو الأمريكي وحدد بالاسم من أصل أربع مسؤولين أمريكان اتنين ساهما بشكل مباشر بتجيع العدو على توجيه الضربي اعتبارا من 17 أيلول لحزب الله هن بريث مكورك مسؤول ملف الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي وأموس هوكستين اتنين هول شجعوا إسرائيل صح وإذا بتراجعي مسار الأحداث ستنانسي أموس هوكستين آخر زيارة إيجا فيها على المنطقة كانت في ذاك الاثنين المشؤوم الذي سبق الثلاثاء كانت زيارته فقط على تل أبيب وبعد مغادرته الثنين صباح الثلاثاء أعلن العدو بدء عمليته العسكرية ضد لبنان عظيم وضحت كتير منيح الصورة معناتها لبنان الرسمي اعتبر أنه أموس هوكستين هو شريك لا ما حد اعتبر بالعكس عم يحكوا معه والأمور مفتوحة ما فيهن المسؤولين الرسميين عندنا يحاسبوا على مقالات إعلام بالنهاية هذا مبعوث رئاسي بدون يتعاطوا معه بناء على المسؤوليات الوطنية اللي هي بيحملوها أما هو شو بيملك مشاعر بالعكس أكتر واحد بالشكل أبدا مروني وتفهم بالشكل للواقع اللبناني ومارس ديماجوجيا ونسج علاءات مع اللبنانيين هو هوكستين على كل حال ما بدنا نزيح من حساباتنا أنه قد يكون ضرب حزب الله هو هدف أمريكي خصوصا أنه الحزب موضوع على القائمة أعلنوا علىنا بشكل رسمي ناطق باسم الخارجية ند برايس وغيره من المسؤولين وحكوا أنه هذا عقاب السماء وهني كانوا سعداء بسقوط كل من سقط من قادة حزب الله أكتر من هيك أنا بقلك معلومة لما صارت الغارة على حارة حراك اللي استشهد فيها سماحت السيد حسن نصر الله المسؤولين الأمريكان كانوا عم يسألوا عبر بعض المجسات والقنوات بتلك الليلة بالذات هل هاشم صفي الدين استشهد مع السيد حسن في تلقى الغارة كانوا حريصين أنه يتأكدوا أنه كان معه وأنه بدوا بهذه الطريقة يتطمنوا أنه خلصوا من الذي يفترض أنه استهدف ومن يسترض أنه سيخلفه لهذه الدرجة كانوا حريصين أنه يتطمنوا أنه سيد هاشم كان معه بس لحد هلأ مصير السيد هاشم سيد الدين لم يتضح هذه الغارة التانية نحن عم نحكي كانوا عم يسألوا بالغارة الأولى أما غارة المريجة هي يجد بعد ذلك وموضوع السيد هاشم بالأخير بعده مطروح للغط ولنقاش حول مصيره لأنه موضوع الأنقاذ لم يرفع بعد الإسرائيلي كان الآن ننسي أنه رغم 73 طون لألقاهن بالمراج ما كان متأكد أو عنده شيء يثبت أنه السيد هاشم استشهد لذلك منع الاقتراب من الأنقاذ لأيام عديدة ويمكن لازال يمنع حتى هذه اللحظة ما بعرف وبالتالي ما دام مصير السيد هاشم لم يحسن ليس هناك دليل شرعي أو حسي ملموس لدى الحزب وبالتالي الحزب لم يعلن إذا كان لازال حيا أو استشهد أي محاولة للكلام عن هذا الموضوع خارج هذه المحددات العقلية برأيي أنا هو تكهن وضرب بالفنجان لا قال لك ليش بس عم نسأل هذا السؤال ما بدنا نعرف بالعكس أي حدا عم بيحاور أنه يسأل بس لأنه قيل بغارة المريجة أن قائد خلق القدس بالحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاني كان موجوداً مع السيد هاشم صفي الدين مصير اللي وقآني ظهر هو عاد إلى طهران وبين بشكل رسم بتشيع الجنرال بيلغروشان صحيح وبالتالي بقي الغموض يلف مصير السيد هاشم صفي الدين إذا كانت رواية أن السيد هاشم صفي الدين والجنرال قاني كانا سوياً فإذا ظهر الأول أنا عم بجيب على سؤال إذا ظهر الأول وقد نجى يفترض بالتاني أن يكون قد نجى أما إذا لم يكن قاني والسيد هاشم سوياً ساعتها بصور للنقاش وللأسئلة أجوبة مختلفة عزيزي رح أرجع إلى مسألة أدى جيش العدو الإسرائيلي قادر يحمل بالأسبوع الماضي كان فيه تسريب على جبهتين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أنه مخزون السواريخ الأعتراضية لدى الطرفين بتراجع متزايد ومخزون الزخيرة بشكل أساسي عند العدو الإسرائيلي بتراجع وتم فرض رقابة شديدة جداً على استخدام هذه الزخيرة وحتى طلب أنه أي غارة بدأت تنفذ يفترض أن تأخذ موافقة القيادات الكبرى بهذا هذا سرب من الصحافة الأجنبية يمكن الفينانشل تايمز ومن الصحافة العبرية عم بيقولوا أنه صار عندهم أكيد نقص بمخزون الصواريخ الاعتراضية للأسقف الثلاثة القبة الحديدية ومقلاع داود وحتس 2 و3 وأنه هناك جبهتين تضغطين على هذه الحاجة يعني تضغط على الأمريكيين لأنه هن اللي بيأمنوا هذه الصواريخية جبهة أوكرانيا وجبهة لبنان وبالتالي نعم هناك نقص والنقص بصير حاد أكتر إذا المسار الزمني طول ودائما حزب الله بزكا استثنائي يخضع منظومات الاعتراض في كيان العدو لاستنزاف مشخص ومعمول عليه وهذا لا يأتي صدفة ودائما بيفتحوا ثغرات جوية عبر الاستنزاف المستمر لتمرير وصائط أخرى يمكن بيستخد ملكة يوشا أو الجراد لاستقطاب المضادات ومن ثم يمررون المسيرات أو الصواريخ الدقيقة أو الباليستية هذا النقص موجود بيبين أكتر لقدام لكن الأكيد أن كل ما تملكه الولايات المتحدة والغرب هو بخدمة هذا العدو الجسر البحر مستمر والجسر الجوي مستمر وبرأيي أنا بظل قادرين من المخازن الغربية أنني أمن لهذا العدو على الأقل ما يسمح له بالاستمرار بهذه الوتيرة النارية اللي عم نشهدها هلأ أنا وياكي بالقصف على الضاحية الجنوبية عزيم على الأقل عم نحكي لأسابيع فاصلة عن 25 الثاني أكيد بهذين الاتجاه في اتجاه ديمقراطة في اتجاه جمهورية كيف رح تختلف الصورة إذا فاز أي من الطرفين رغم أن أمريكا هي أمريكا وإسرائيل بالنسبة لأمريكا هي إسرائيل لكن الحسابات الشخصية اللي إلى علاقة بطبيعة الأشخاص وبطبيعة التحالفات تؤثر في قراءة المشهد إلى جزئيته وتأثيره بمعنى أنه هناك رغم كل ما قدمه أكبر رئيس صهيوني بتاريخ الولايات المتحدة وهو الرئيس بايت لقدموا لأماء لإسرائيل ما أحد أقدمه يمكن أوباما بالـ 2016 قبل ما يفل بشهرين عمل بروتوكولات تزويد سلاح لإسرائيل بعدها ماشي للـ 2026 لمدة عشر سنوات أوباما أم نحكي دائما هون عن الديمقراطيين بينما الحلف الآن هو بين نتنياهو وبن الجمهوريين هاي المفارقة بالقصة يعني الأكثر عطاء لأكثر تغطية للجريمة لأكثر تقديما للسلاح هم الذين يدعون أنهم يختلفون قيميا مع نتنياهو لأنا أريد أن أقول لك لعامل الفرق بين اتنين هو نتنياهو لماذا عامل الفرق؟ لأن نتنياهو علنا يريد إسقاط هاريس ويريد فوز ترامب لماذا؟ أولا لأنه بين بن هاريس بالشخص ما في كيميا هاريس جاي من منظومة قيمية بقلب أمريكا ما إلى علاقة بأمريكية نتنياهو نتنياهو تربيت أمريكا نعومة أظافر وبلشت بأمريكا كان مروج مبيعات لشركات أثاث بالموبيليا أول ما بلش قبل ما ينتقل يعني كان يشتغل بالميديا بالترويج بالماركتينج وبعدين انتقل على السياسة بسرعة بين الخمسة وثمانين والخمسة وتسعين نتنياهو اللي حاضنينه بأمريكا هن مجموعة ملياردارية من أصل يهودي منه شيلدن إيدلسون اللي مات وورثته زوجته اللي هي طاعنة بالسنبس بعدها بتزوده وكثر غيره ونتنياهو يراهن على أن المشروع الإديولوجي الذي يدعي هو أنه يحمله علما أن نتنياهو بحياته لا كان صاحب رؤى ولا صاحب مشاريع ولا إديولوجي نتنياهو شخص انتهازي نفعي شديد الزكاء يعرف اللعب على الظروف يعرف يستثمر الميديا والإعلام والشكل والصورة على الطريقة الأمريكية استطاع أن يجلس على رأس الحكومة أطول زمن بتاريخ كيان العدو بناء على هذه المواصفات حتى حلفه الآن مع سموتريتش وبنغفير هو حلف نفعي بدأ الآن فجأة نتنياهو لكي يبرر استمراره بطول المعركة يتحدث عن مشروع إديولوجي رؤيوي يريد أن يغير به رأس الشرق الأوسط الملفت أنه توماس فريدمن بيكتب مقال من يومين وبالمناسبة توماس فريدمن ما بيحب نتنياهو بيكتب مقال بالواشنطن بوست أو بالنيورك تايمز هلأ منتذكر بيقول في توماس فريدمن بيدعي نتنياهو لأن يقبل ولو من بعيد ودون التزام بأطر عريضة لإمكانية القبول بمصار فلسطيني يؤدي إلى دولة وبيقول له لمحمد بن سلمان هو فريدمن أنه اعبل أنك تروح على التطبيع هيك بالوضع الحالي دون أن تأخذ بيدك ما يمكن أن يكون اتجاه لقيام دولي فلسطيني هيدا المنطق اللي أنا عم قللك تقاطع بناتنياهو وترامب فيه هو أنه نتنياهو عم يحكي من شهر أنه مساحة إسرائيل هي واحد بالمية من مساحة العالم العربي وترامب قال فئة ذاته صباح اكتشفت قداش إسرائيل صغيري هول عنوانين متقاطعين لمشاريع قادمة هذه المشاريع القادمة تريد أن تجتث مليونين ونص إنسان من قطاع غزة مثل ما قال جاريد كوشنر مش مهم بتقتليهم بتكبيهم بالبحر بتعايشيهم مواطنين درجة تانية لكن قال جاريد كوشنر بمطالعته صهره لترامب واللي هلأ أبعد عنه عن فكرة أنه غزة وترابة وساحلة مغري لمشاريع اقتصادية كبرى ذات طبيعة ذهبية هون بذكرك بقناة بن جوريون بذكرك باتفاقية الممر صحيح وبذكرك بتهجير الفلسطينية على مصر تهجير الفلسطينية على الأردن والمعركة الكبرى الآن التي يذهب البعض إلى حد التهديد بأنها تريد أن تقتلع الطائف الشيعية من وجود اللبناني أنا بيقول لك سيت نانسي أنه هذا النوع من الاستهداف للشيعة إذا كان فعلا موجود بمخيلة البعض إما أنه بيأحفوهن وبكبوهن بالبصرة إذا بدك أو أن هؤلاء الشيعة بما يقومون به الآن سيحكمون الشرق الأوسط ما في حلول وسطة لاحظة ما في حلول وسطة هذه كثير ما في حلول عشان في عالم بلشت تبحش الأبر وشوفوا وين بدون يقبرون أنه هذا اللي عم يحكوا على التلفزيونات أنا حقيقة بتأسف أنه في إحدى القنوات التي تتموضع في منطقة وسط ما بين أن تكون مع المقاومة أو ضدها إحدى القنوات المحلية جاي بنوع من الضيوف إلى ثلاثة أيام هذه القناة الموجودة بين ظهرانينا إذا بتشوفي نوعية الكلام منه النائب عن بعبدة ومنهم صحافي بيكتب على مدوني على مواقع التواصل إذا بتشوفي الكلام الجارح اللي عم بتم فيه تناول المشاعر وتناول العائلات والعناوين القيمية والشباب بعد عم تستشهد على الحافة بس بيخليك تشعري بالأسف وبالأذى هيدا الخطاب حكما يلي مرفوض دكتور واسين بازي يقابل عند بعض البعض أكيد عرفتي فهمتي من المحطة يعني قلتلك محطة تقيم بين ظهرانينا يعني لن بأدمى ولن ع تريق الزلأ جل الدين فهمت ده غرف من دومة بعض نائس التسمية لا ما بدنا نسمي ما بدنا نعطيهن شرف التسمية لا أكيد ما بدنا نسمي دكتور السؤال هو التالي بمقابل هذا الخطاب يلي عم يعتمده كتار ويلي حكما هو مرفوض والبعض بيعتمد على بعض الحقائق أن هناك أكثر من مئة ألف من أبناء الطائف الشعية الكريمة صاروا فعلا بالعراق لا مش هلقد 11 ألف حتى نتعاقم على فيه 50 ألف بسوريا وفيه 10 ألف بالعراق فيه 300 ألف مواطن سوري رجعوا على سوريا هيدا ما حدا بيلتفتلوا منهم والدولة السورية وتهديدة لمواطنيها إذا عادوا وعم بترجعهم على السجون وعم بتمارس فلتتفضل المفوضية السامية العظيمة وتقلنا كيف فتحت الدولة السورية أبوابة لمواطنيها السوريين وكيف تحتضنهم الآن لأنه هيدا اللي صار هلأ بصيب كل ملف النزوح وتريقة مقاربته وعناوينه بصيبه بالصميم وبيكشف حجم الكذب والتآمر اللي كانت عم بتمارسه المفوضية وجمعيات الانجي اوز على واقعنا وعلى أمنا الوطني بلبنان هيدا مع الإشارة دكتور بزي إنه 300 ألف هو العدد الرسمي في عدد أرخل غير معلن كانوا غادروا عبر المعابر غير شرعية يمكن بعدها عم بتكون مستمرة يلي كان بدأ أسألك هو مقبيل هذا الخطاب هناك خطاب آخر من قبل البعض في الطائف الشيعية حضرتك ذكرت إلى أمر منشان هيك قلتلك أوف لأنه ما في حد وسط بين هذين المشروعين إما تهجير الشيعة وإما أن الشيعة سيحكمون الشرق الأوسط لا أنا مش أصدي أنا أصدي عم بيحكي هيك بإطار تندري أنا أصدي أقول إنه من يفكر أو يحلم بإنه هذا الحضور المؤثر المتوقد لأبناء هذه الطائفة لهن جزء تاريخي من لبنان الوطن ومن نسيج المنطقة ونحن مع أن نكون أبناء أوطاننا نحن أبدا مش أصدنا نحكي عن مشروع بهذا المعنى إلا من باب كيد هؤلاء لأنهم هم الذين ينظرون إلينا كمشاريع مجتزئة خارج أوطاننا حتى الكلام اللي قالوا قليباف واللي أسيء تفسيره مع لا أنا بسمح لنفسي إنه إمره إعلاء من قلب هاي الجزئية بالذات قليباف بتصور ولا لحظة كان أصده يقول هذا الكلام كما ظهر بلوفيجارو بس تنكون واضحين لأنه نقل عنه أنه هو أبلغ لوفيجارو أنه إيران مستعدة للتفاوض مع فرنسا بس خليني خليني وضح هاي النقطة رينو جيرار لهو الصحافي تبع لوفيجارو لعمل المقابلة ببروكسل مع قليباف هيدا الأمر صار دردشي أول شيء بين وبن قليباف ليس هناك مقابلة سؤال وجواب هذه الدردشي مثل ما فيهما رينو جيرار وبالمناسبة رينو جيرار هو من المدافعين عن المسيحيين بالشرق من الداعين لاستقلالية فرنسا تاريخيا عن الأرار الأمريكي وهو من اللي كانوا بنادوا بالسيادي فرنسي وأوروبي مستئلة عن السيادي الأمريكي لكن هذا الأمر انتهى بفرنسا مع بدء مرحلة ساركوزي بالتحديد لأن ساركوزي لأول مرة هو الذي ضرب السيادي كما كان يطرحها الشراك ودوفيلبان وغيرهم من منظري اليمين ضربة بالصميم وراح أعد تحت جران الأمريكي ساركوزي هيدا رينو جيرار صاغ الدردشي بتريقته ووضع بهذا الشكل الرئيس ميآتي كرئيس حكومي عم بيخوض معركة مصيرية هو والرئيس بري وكل المعنيين وطنيا بالبلد من رؤسة أحزاب ومسؤولين وهون بالمناسبة في قوى وأحزاب الآن عم بتقدم موقف مسؤول وطني بكل ما للكلمة من معنى دعما للبنان واللبنانيين في هذه الحرب وهذه المواجهة ومنهم الطيار الوطني الحر والوزير باسيل هذا مش لأنه أنا عمي نصة الأو تي في لأنه هذا الكلام قاله حتى الوزير باسيل قبل أن تبدأ الحرب على لبنان وبالتالي هو يعمل بما قاله وألزم نفسه به بالمعيار الوطني أنا برأيي كل صاحب أخلاء كل صاحب ترفع احتراما للدم هذا موقف الطبيعي الرئيس ميقاتي يمكن إجاء هالكلام فرض عليه بالمنطق الوطني أنه ياخذ موقف قرأيس حكومة لأنه مسألة أنت قنونك دولة تفاوض عن الدولة اللبنانية عشان هكي أنا عمقول والدليل أنه ما كانش مقصود هذا الكلام أنه رجع وضح كاليباف هذا الكلام رئيس الحكومة استفاد من هذه الهفوة أو الغلطة أو سوء الترجمة حقه رئيس الحكومة مارس دفاع عن سيادة وطنية وبعت رسائل بزاكة للداخل وللخارج بهاللحظة هاي بتوسع له هوامشو لكن مثل ما نحن عم ندافع عن السيادة الوطنية تجاه الإيرانيين إذا أخطأوا وهم ظلموا في هذا الأمر كمان خلينا ندافع عن السيادة الوطنية لما بنشوف الأمريكاني نزل الملحق العسكري يعمل جولة بالمطار لما بنشوف مدعي عام التمييز عم يسمح لعامر الفخوري أنه يظهر لما نسمح لمدعي عام التمييز أنه يهرب هذق الموظف بإحدى الشركات يمكن بالبور وجنسيته أمريكية وكان موقوف بشكل صريح من المدعي العام بوقت بملف انفجار المرفأ وتظهر منهم ما بدي يسمي أسماء احتراما لكل الناس كمان مهم جدا نحن وعم ندافع السيادة أنه نسأل ليش الخماسية بدأ تتخصص بملفنا الرئاسي وتناقش أسماءنا وتعمل آراء وحتى أحيانا تتقدم علينا بهذا المجال كيف مبدأ وجود الخماسية أنا بدي أسأل كيف محطة عربية موجودة وإلى مراسلين هون فاتت مع جيش العدو إلى إحدى القرى اللبنانية بالجولة لانعملت من يومين وفيك تشوفي مراسلتها لهذه المحطة هي وعم تبعث الرسالة السيادي ومفهوم السيادي والنظر إلى السيادي لا تتجزأ ست نانسي وبالتالي حتى جيشنا العظيم لما ضربت الحفرة على طريق المصنع وطلب رسميا من مسؤول كبير بالدولة حكى مع مسؤول كبير عسكري أنه خردينا نردم هالهو غير وزير أشغال علي حمية لا أنا عم بحكي أنه حماية من يجب أن يقوم بذلك غير الوزير علي حمية غير غير يعني بنقال أنه نحن مش قادرين نقوم بهذا الأمر لا المهم أنه لم يتم القيام بالدور المطلوب لردم هذه الحفرة خارج الإملاقات الأمريكية كمان لما العدو الإسرائيلي طلب من اليونيفل وطلب من كل القوى الموجودة على الأرض المغادرة اليونيفل ما غادر وأصروا على البقاء لكن القوى الأخرى تراجع خمسة كيلومتر ستمن الجيش قال أنه أعاد انتشار سميها إعادة انتشار ما في مشكلة يعني أنا بإلك مثلا تعتبر أن انسحاب نزولا عن طلب الأمريكي دائما أنا أقدس هذا الجيش وأقدس زباطه وجنوده وكل المؤسسات الأمنية قوى الأمن الأمن العام أمن الدولي بس بقول كلمة أنا الرئيس لحود إيميل لحود المقاوم البطل اللي خاض مع الأمريكان مواجهة تاريخية سيبقى تاريخ الشرق الأوسط ولبنان يتحدث عنها لعقود قادمة لما مسك التليفون وحكيها لأول برايت وقت الفجر عندهم هني كانت بتوقيت أمريكا ورسم المحددات الوطنية بتعرفي شو أعطى أمر بحرب تموز ممنوع على القوى الأمنية أن تغادر مناطق وجودها راحوا قعدوا زباط المخابرات أو بالمستشفيات أو بالمدارس زابط 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 الرائد شامعون أنا ابن المنطقة كان موجود بمهنية بنت جبال وبقي موجود للهدنة ومعه آلاف الناس كانت ملتجي معه بمهنية بنت جبال ولم يقصفها العدو إلا بعد الهدنة اضطر اتراجع من بنت جبال على تبنين نحنا هلأ اتراجعنا من بنت جبال على كفر دونين عمق الخمس كيلومتر اللي حددوا العدو بناء على ذلك ما عليها ستنانسي الآن هناك سيناريوهات يجري العمل عليها قبل بدي منك تجوابني بشكل صريح تعتبر أن قيادة الجيش خضعت لطلب أمريكي أو ما بدي أقول إسرائيلي طلب أمريكي بالتراجع بالعمق الذي يريده الإسرائيلي خليني كف بالحديث أنا مش عمسمي مؤسسي بعينها بالنبطية ضربت البلدية واستشهد المجلس البلدي القوى الأمنية الموجودة بالنبطية رغم أن المجمع تي على إحدى القوى الأمنية بعده موجود ولا ليتم البس فيه والأمريكان عم يدعو أنه عندهم تعهد أنه مؤسسات الدولة اللبنانية لن تضرب ضربت بلدية بن جبال ودمرت بلدية النبطية ودمرت اليوم بالبقاع بصحمر بصحمر واستشهد رئيس بلدية صحمر أنا عم أقول هذا الإسرار على بقاء أجهزة الدولة هو فعل تحدي قد يسقط شهداء ونحن أمام تحدي حتى لو واجهنا هذا العدو بالرصاص نحن عم نحكي عن إرادة مواجهة هذا برسم كل من يدعون أن المؤسسات العسكرية الرسمية قادرة على حماية البلد والدفاع عنه هذا العمر قبل ما يكون فعل عسكري وقبل ما يكون قدرات عسكرية هو فعل إيمان هو فعل تجسيد على الأرض أنا بدي أذكرك طيارات الجزال اللي اعتطنا إياهن الإمارات كان يفترض أن الفرنسيين يعطونا صواريخ هيلفاير لإلو معطونا صواريخ الميلان اللي اعتطنا إياهن فرنسا لما الإسرائيلي اكتشف أنهم خطر وقفوهن عند التسعة وأربعين صاروخ وما عادوا زادوا عليهم ولا صاروخ ستنا الآن الآن تحت سقف المؤسسة الأم جاري التحضير لإدخال عشرة آلاف جندي جديد المؤسسة المعنية المعاش عندما بدي يسمي المؤسسة أحسن ما يردوا عليه المؤسسة المعاش 120 دولار هو المتطوعين العشرة آلاف اللي عم بيجهزون وتتولى إيطاليا بالذات الآن رسم إحداثيات هذا السيناريو والتحضير لإله على الأرض معاش العنصر بهذه المؤسسة 120 دولار بده يتخصص للعنصر من الجداد 700 دولار التدريب بده يصير بعرمان وبالضامور وبمنطقة ما داخل منطقة الجنوب داخل منطقة الجنوب وين بمحل تالت بعد ما حسن شمال اللي طاني أو يعني تفصيل وممكن يكون تفصيل يمكن بمنطقة الشواكير بصور هيدا الإطار اللي عم ينرسم وينعد لإله نحن معه نحن معه أنه الجنوب يكون محمي ومحتظم بواجهة عدو شرس وبدأ ذكر السياديين كلهم أنه لما كان فيه قوة وحضور للمقاومة عملنا اتفاقية لحدود البحرية وكان ميشيل عون رئيس للجمهورية وجبنا الخط 23 الآن وزير الطاقة بكيان العدو اليوم ندرس كيف يمكن قانونا أن نخرج من هذه الاتفاقية هيدا عين صغيرة كيف ينظر إلينا العدو ونحن منزوعي القوة والأنياب منزوعي القوة بعد لم نتنظر بوضع هيدا يبلش يحضر إذا كان هيدا الجو بده يصير أنا على يقين وعلى إيمان أننا سننتصر في هذه الحرب وأن من يحلم بأنه البلد قادم على مرحلة بتوازنات العمال والارتهان للأجنب والزحف قدامه لن تأتي هذه اللحظة هلأ في إشارتين أولا مسألة الترسيم البحري هيدا العدو عم يعطي اعتراف للدولة اللبنانية أنه لم يحصل تنازل على الأقل أو أننا حصلنا إضافة على مكان يرغب معلاء إليكو هان عم يعطينا إشارة كيف هني مفهوم لتطبيق الاتفاقيات هينظرتهم أحد النواب بيمسك تلفونه هايك بإلا للي عم بتحاوره الألف وسبعمية وواحد البند التامن تطبيق الخمسة تسعة وخمسين والستاش ثمانين كأنه لهو بيعرف يقراء أدمان وفهلوي ما بيعرف حدا غيره يقراء كمان بنقوله أنه تفاهم نيسان ستة وتسعين هو الأساس الذي بني عليه الأرار ألف وسبعمية وواحد لما إجا ديفيد وولش لعند الرئيس بري وقعد عنده بعين التيني قبل عشر تيام من صدور الألف وسبعمية وواحد جاي بيقوله أنه هيدا هون التعبير بننا نعمل وقف الأعمال القتالية ما فينا نعمل وقف إطلاق نار قال له لاش فيناش نعمل وقف إطلاق نار ما نحن نطالب بوقف إطلاق نار صريح قال له يعني إن شاء الله سبع تيام عشر تيام بنحولها من وقف الأعمال القتالية لوقف إطلاق نار قال له قداش عم بتقلي قال له سبع تيام لعش قال له أنا رح شارتك أنك تجي لعندي بعد سبع سنين وتكون عملتها وقف إطلاق النار وهي لازالت إلى الآن وقف الأعمال العدائية دكتور بزي بموضوع الإطال حضرتك تحدثت عن سيناريوهات عم يحكى عن نشر عشتاليف عسكري لبناني تحدث الرئيس نجيب ميقاتي أنا لبنان الرئيس نجيب ميقاتي اللي حكى عنه ما يلود علاء بالمتطوعين الجدد حكى اللي الآن موجود جنوب النهر من الجيش 4500 عنده قدرة الجيش هلأ لوجستيا أنه يرفع العدد من 4.5 إلى 10.000 يعني عنده قدرة بوضعه الحالي دون تطويع أنه يزيد 5500 لإثبات جهوزيتنا وحضورنا ورغبتنا بأنه نذهب إلى هذا الأمر هذا أمر إيجابي بإطار إعلان الجوزية لكن هيدا منفصل عن السيناريو اللي أنا عم بحكي لكن السيناريو اللي حملته جورجا ميلوني بشو عالي أهر؟ هيدا السيناريو جورجا ميلوني عم تحكي عن 3 أسابيع بداية بالإطار السياسي هن الإيطالية هلأ عم يترقصوا المفوضية موجودين باليونيفل عندهم مؤتمرات صارت بروما إلى علاءة بالجيش وموقفهم السياسي متضامن بالكامل مع لبنان هذه العناصر الأربعة محفزة لإيطاليا لتساهم لكن في مشروع تاني إيطاليا قد تكون مسؤولة عن إدارته بموضوع التدريب له علاءة بتطويع عناصر جديدة بالجيش مين اللي قاهم فيه؟ يعني في مجموعة قوى أساسية على رأسهم الأمريكان وهيدا جزء من عمل رسمي عم بتم تحبيره أمريكا فرنسا إيطاليا أكيد كل هول دول عربية ضمنها كمان أكيد أكيد بس هول العشرة آلاف عسكر سيميزون هول المتطوعين الجدد عن باقي أفراد المؤسسة العسكانية ما بعرف هلأ أنت عم تخليني حدد المؤسسة أنا ما حددت لأنه أنا يبصوا فاقتوا ما يبدو يستلمشو القوى الأمن الداخلية والأمن العام حكموا بدكون جيش لبناني بأي تسليح؟ هلأ هون بدك تشوفي في حادثي صارت أنت بتتابع على الأرض بميس الجبل قبل سبعة تشرين الأول بشي كم شهر ووقفوا مواطن لبناني تحديهن للإسرائيلية على العدود وإجا الجيش شهر سلاحه بوجة الإسرائيلية على أطراف ما يسجع لمعلوماتك الكونغرس الأمريكي فتحت حقيق في هذه الحادثة خاصة أنه بواريد الأم سيكستين اللي رفعوا الجيش مقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية هذا مثل إضافي ناصع ومثبت وموجود على الورق وبيعرفوك كل اللي بتابعه خليك تشوفي بأي معيار سنسلح وبأي حسابات ما بعرف إذا الرصاصة اللي بيعطونا إياها بتكون خلبي يعني هاي بس لب دعمة أو بتصيب عن جد صدقا هيدا شي كتير خطير السؤال إذا هيدا السيناريو موجود هذا يعني أنه يطرح أو بالعقل اللي عم بيحضر لهيدا السيناريو أن حزب الله والمقاومة ستتراجع حكما ما بعرف إلى أي خط الأساس ستننسي بكل هيدا النقاش هو واقع الميدان كيف ستنتهي لحظة الاشتباك الأخيرة بحرب تموز طلق الأخيرة أطلقت فيها المقاومة آخر صلي على العدو كانت مائتي صاروخ الآن يسألون استشهد السيد حسان واستشهد رهد كبير من قيادات حزب الله ولم تظهر المقاومة حتى الآن كثيرا من الإمكانات التي يفترض أنها تمتلكها المقاومة تدير معركته بكثير من الحصافي والعظ على الألم وعدم الكيدي بالرد وعدم الثقرية بالرد والحفاظ على أوراق قوتها إلى ما يسمى الشوط الأخير من هذا الماراتون الطويل لذلك بعد ما تشوفي معادلات لحظة النهاية وتوازناتها بنشوف شو هو اللي بده يمشي وشو هو اللي ما بده يمشي بهذا الشوط الأخير رح أرجع له لأنه حكما مرتبط بمسألة المؤدمات السياسية أو الطرحات أو الحلول اللي عم تطرحه ضمنا ما سرّب عن احتمال أن يكون هناك مشروع قرار جديد بمجلس الأمن الدولي حتى يكون فيه قرار جديد وتعديل على الألف وسبعمية واحد وبرأيي أنا زمن تعديل القرارات الدولية بمجلس الأمن ولا إلى غير مجال يعني يا قرار جديد يا تنفيذ قرار موجود هذا هو المتاح والموجود ست ننسي رح أحكي بالقرار الجديد بس بدي أخذ لاحظة أموس بالمقابلة قال هذا القرار وقف الحرب لكنه لم يطبق لم يطبق يعني تطبيق صبت عارس لكن هو يحكى عن تعديلات هاي التعديلات بدنا نبعث وإله يروح يحكي مع بوتين ومع الرئيس تشي حتى يمشوا معه بالتعديلات رح أسأل عن التعديلات بس بدي أخذ الشئ الإيجابي من تصريح محمد باكر قليبوف رئيس البرلمان الإيراني يلي الإيران منى أول مرة عم بتأيد تطبيق القرار 1701 وما تتفق عليه الحكومة اللبنانية صحيح 1701 أكيد له جانبين أنا ما عمقول عن جانب الإسرائيلي بس أنا معنية بالجانب اللبناني أولا دايما ننسي لما بيحكوا عن تطبيق 1701 بكافة من درجاتها اللي بيشدوا عليها هاي الكافة مع كل الأرارات بيشدوا عليها وبيعلوها هاي على القليلة لك قبل ما تقولوا لنا نحن طبقوا شي مرة للحظة شفتوا إسرائيل التزمت بشي من الأرار 1701 ما هو دعوة اليونيفل لمغادرة منطقة الخمس كيلومتر كانوا ينزلوا أحيانا أهالي الضيعة يفكف كولون لليونيفل شي دولاب لمالليل إذا كان فيه اعتراض على مصار الدوريات من قبل أهالي القرى خمس ضربات عمدا تعرضت لها اليونيفل بس فيه اعتداءات عمدا فيه ضربات بـ 11 أيلول صارت بالطيرة من قبل الإسرائيلية على ملالتان إيرلندية لم يعلن عنهم غير الحوادث غير الخمس اللي عم إلك عنهم هون يعني هيدمنا أول مرة كانت هيدا الأسباب تتحرك أبدا ودائما إسرائيل بس بدأت تتحرك عسكريا تعتبر وجود اليونيفل والجيش عائق أمامه إذا مش عائق عسكري بـ 11 أيلول 11 أيلول يعني قبل عملية الباجلز قبل كل هول بخمسة أيام يعني كان واضح أنه فيه تمهيد لأمر ما يحصل عبر إستاذيات اليونيفل بشكل مباشر ووحدة بشكل غير مباشر أنا عم أقول أنه هذه الضربات العدوانية التي كادت أن تؤدي إلى سقوط قتلة من قوات الطوارئ هو رسالة مباشرة طلع عالنا النتيناه إلو نطلعه وناشد قوتيريش حرن قوتيريش مش هو اللي بيعطيهن الأمر لأن هؤلاء موجودين على الأرض بموجب تفويض من مجلس الأمن الدولي يلي فيه خمس دول صحيح إحداها إذا فرضت فيتو يسقط أي قرار سيطرح عظيم اليونيفل من شان هيك ما أنا قادرة تنسحب ماذا لو لجأت كل دولة على حدة إلي أعلان أنه هي بدأت تطلع من هذه المهمة أنا باعتقادي أنه رغم التململ والقلق الموجود انت عارف عديد الدول المشاركة باليونيفل يتجاوز الأربعين صحيح خمسة واربعين دولة وأنا بدي هني القوات الألمانية أنه ساهمت بحماية إسرائيل لما لقت مسيرة مرأة وقررت السفينة الألمانية أنها تسقطها عم تثبت ألمانيا مرة أخرى بهذا الفعل إلى أي درجة بيع تاريخها وقيمها وأخلاقها وهي ساقطة منذ إعادة تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية بالعقد المتلازمة التي تعيش داخلها وهي بين مزدوجين ما قام به هتلر تجاه اليهود وبالتالي هذا اللي قاموا فيه الألمان هو فعل حماية موصوف للإسرائيليين لأن المسيرة لا كانت عم تعتدي على السفينة الألمانية ولا كانت عم بتقوم بعمل حربي أو عدواني هني عم بقولوا أنه كانت ماشية بمصار جو بس كيف تدخروا؟ ليش أخذوا قرار التدخل؟ هيدا سؤال يوجه لإلو يمكن نحنا مش فهمانين الرواية إذا طلعوا بيان بيوضحوا لنا بس هيدا أظن ما بيطرح علامات استفهام حتى على أداء القوات الدولية؟ هلأ نحنا ما قبل هذه الحرب في عشرات علامات الاستفهام لأنه عن جد هي جاية كقوات خفو السلام بس بدا يكون في قوة منها عم تاخد هذا الإجراء بتكون خرجت عن مسارك ستننسي دائما بزمن السلم مشكلة اليونيفل بتكون مع الجانب اللبناني بزمن الحرب مشكلة اليونيفل بتصير مع الجانب الإسرائيلي ليش؟ أول شيء لثلاث أسباب بهمني أنك تسمعين أول شغلي أنه العدو الإسرائيلي كل النقاط اللي قاعد فيها اليونيفل بدوا إياها ليفوت هو من خلالها لأن المقاومة على هاي النقاط لا زرع عبوات ولا عامل إنشاءات أو وسائل تخفي عسكري لأنه مش مقربع اليونيفل ومحترمي وجودها لما بيقبعوا لليونيفل بيستخدم مساراتهم بيستخدم طرقاتهم وهلأ صار هذا بأكتر من منطقة منه نلبوني باتجاه النقورة ليش؟ لأنه بيعتبر هذه مسارات آمنة ومضمونة بحرية حركة هذا السبب الأول السبب الثاني أنه أي قوة عسكرية موجودة بآلياتها وبرصاصها ومدافعها حركة العدو هو وعن بفوت هذا العدو جبان لدرجة أنه أي حركة إلى طبيعة عسكرية كائنا من كانت بيضربها هي ثقافته وتربيته هاك ثلاثة والأهم بهذه الأسباب أن اليونيفل الشهود على ما يقوم به العدو بزمن الحرب عم بيسجلوا وعم بيشوفوا وعم بيأيدوا وبالتالي هو لا يريد لوجودهم أن يكون كاشف ومضيء على جرائمه التي يرتكبها عظيم من شان هيك بتاخد موقف معهم إذا بدنا نروح على السبعة عشر صفر واحد تحديدا فيه أمر أساسي يطرح وفيه أمر تاني عم بيصير بالموازات مع الطرح أولا لما نحكي عن تعديلات أو إضافات شو يلي عم يطرحوا الأمريكيين تحديدا بالتعديلات على السبعة عشر صفر واحد وتانيا هل هذا يتوازم على الخط السياسي اللي هني عم يشتغلوا فيه على مستوى ما سمي إعادة تكوين السلطة في لبنان والحض بإطار تسريع بانتخاب رئيس للجمهورية ضمنا الإشارة الليفتة والفاقعة من أمس هوكستين لدور الجيش اللبناني وما مننسى أنه تم تسويق اسم قائد الجيش عماد جوزيف عون ووضعه بشكل مباشر بهذه المرحلة أولا بموضوع السبعة عشر صفر واحد والتعديلات هم يدعون أن هذا القرار صحيح وقف حرب تموز لكنه لم يطبق لكنهم زورا وكذبا وبهتانا يلقون عدم التطبيق على عاطق اللبنانيين بينما الحقيقة إذا بتتأملي في شيء ما حدا بيحكيه نحن وعم نحكي تطبيق القرار سبعة عشر سفر واحد على جانبيه لأنه الجزء الأساسي الذي لم يطبق هو للعدو الإسرائيلي بعطيكي دليل بلدة الغجر لنص الشمالة مع جنوب الماري اللبنانية يفترض أنه هذا للبنان الغجر هي بالأساس بلدي سوري الجزء اللبناني منه كان أراضي قاحلي أو زراعي تمددوا أهالي الغجر السوريين طوال فترة الاحتلال من 68 وفاتوا على الجزء اللبناني المحتل منذ تلك الفترة وبالتالي صار فيه بقلبه أبني رجع العدو بحرب تموز احتل الغجر كاملته الرئيس السنيورة كان المدلل عند جورج بوش الأبن وحامل راية الدبلوماسية وأنه بالقرارات الدولية نحرر تصوري كرامتهم أديش هي عند الأمريكان ما قبلوا يعطوهن نص الغجر لهو منطقة بسيطة جدا يمكن أن يعطوهن من خلال لحظة وفا لمن يقول أن الدبلوماسية تحرر أنه خذوا هيدا حج فيكن تفققوا فيها عيون اللي بقولوا أنه الأرارات الدولية ما كانوا يعطوهن ديها مناطق التحفظ الثلاثاش البيوان الجزء المحتل من الغجر ومزارع شبا هيدا واحد من الأرث الذي لم يطبقه العدو خروقات البحرية خروقات البرية اللي تجاوزت العشر تالاف خرق قصف دولي شقيقة من سماء لبنان الآن بدوا يرجعوا ياخذوا الحقول اللي فاوضنا عليهم وانتزعناهم مني وجبتلك تصرح هل هذا فعلا بيقول أنه نحن اللي مش عم نطبق الأمر الثاني اللي بدون يعدلوه أنه بيحكي القرار عن عدم وجود مظاهر مسلحة في منطقة جنوب بدون يعملوها عدم وجود سلاح منطقة منزوعة السلاح قالوا علنا منزوعة السلاح ماشي لكن هل هذا يعطيون الحق أنه يهدكوا حرمة البيوت وفوتوا لعند الناس ما هي المقاومة قبل ما تكون حزب الله وقبل ما تكون سلاح هي إرادة إرادة أهل الأرض اللي هل عم يمسحوا الضيع تاعت هاي الناس على الحاف هيدا بيقول لك دكتور بزي المطلوب مش بس أن تكون منزوعة السلاح المطلوب اللي يكون فيها مدنيين وألوه علنا الإسرائيليين ممنوع عودة أبناء هذه القرى حتى على عمق أكتر من خمسة كيلومتر أنا رح أقول لك هون شغلي أرسل لنا عبر وصائد جانبية عرض من جيش العدو أنه هني بفوتوا على منطقة خمسة كيلومتر العالم كله بترجع لورا وبيطلعوا اليونيفل والقوى العسكرية والأمنية بفوت جيش العدو بيتعامل مع الواقع العسكري الموجود بهالمنطقة بنظفه مما يسمى الأنفاق مما يسمى البنى والإنشاءات العسكرية وبعد أن ينجز عمله ونحن كلنا مكتفين ناطرين ولا يخلص بيجي بإلنا بيعطينا زمان تفضلوا خذوا هاي المنطقة وطبقوا فيها إجراءاتكم وصل الأمر إلى هذه الدرجة أي مثلا هيدا العرض لمن صلم هيدا الأمر ما صار بشكل رسمي رسائل صارت بطرق جانبية عبر وصائد قائمة بين المعنيين وبين يمكن الأمم المتحدة ليونيفل ما بعرف ما بدي حمل أكتر من هاك الأمر ما بدي إحكي عنه أكتر من هاك لكن هذا الأرض كان واضح على خرائط ومرسوم ومعلم إعلام وين بيبلش بالبحر وين بينتهي بأعالي جبل الشهر عبر ليونيفل يعني عم نحكي ما بعرف كيف أرسل حقيقة في قنوات كتير شغالة ننسي بلدل هلأ أنت بتعرف بس بحترم أنك ما بدك تكشوف بحترم بس هيدا عرض خطير دكتور طبعا ما حدا تعاطى معه بجدية وأخذوا على محمل الجد بس ها هي النواية الحقيقية المختزنة وهي دي واحدة من خلفيات العملية البرية اللي عم بتصرها هلأ العملية البرية ست ننسي هي أربع احتمالات الاحتمال الأول هو السيطرة على التلال الحاكمي على الحافي وعدم الدخول إلى الكتل السكنية عشان هيك عم تتدمر عاية الشعب عم تتدمر لعديسي وعم تتدمر كفركلة ومارون ويارون وعيطرون والأوزح ومروحين وبليدة كل هيدا الخط عم يتدمر بهيدا الإطار بياخدوا التلال الحاكمي وبيدمروا القرى اللي ما بعدها وبيصير كله مكشوف أساسا على صح المستوى الثاني هو منطقة الخمس كيلومتر اللي عم إلك عنها المستوى الثالث هو نهر الليطاني بشكل رسمي والمستوى الرابع هو إذا فشلت كل هذه الخيارات وأنا باستبعدوا بيعملوا التفاف من ناحية مزارع شبعة باتجاه البقاع وبيوسعوا سقف العملية وبيلتفوا على الجنوب لكن لا إمكاناتهم ولا وضع فرقهم الخمسة على الحافي بالمناسبة هن نشرين الفرقة 146 على البحر مباشرة بيرجع الفرقة 36 بمنطقة راميا باتجاه الماشي بيرجع الفرقة الجليل 91 بيرجع الفرقة 98 اللي هي فرقة النخبة بيرجع الفرقة 110 اللي هي الفرقة المتخصصة بالجولان واللي هي أصلا فرقة إقليمية لأجل الجولان هذه الفرقة الموجودة حتى الآن لم تتجرأ على الاندفاع بالعمق اللبناني لم تتجرأ ولا ما في أمر بعد لا أنا برأيي كل ما عم تاكل ضربة عم تعمل إعادة حسابات بتدمر أكتر تعمل غارات أكتر وبترجع بتحاول هن صاروا موجودين بقلب الأرض اللبنانية لكن بمناطق لا تتعدى 300 إلى 500 متر بمحلات وبمحلات بعدهم على الحافة تماما ضربة الأوزح الشهيرة وما تعرض له جولاني خلتهم يعيدوا لحسابات لأنه الباتلتوا العولم منه الشباب كانوا ضربوا بالطيران وأمنوا وعملوا عليه كل إجراءات الأمان ورجعوا تلعولهم منه هذا النوع من النماذج عم يعمل ضغف ضعف بنفسية الجند المقاتل سمعي الإيجوز وقولاني شو عم يحكوا ليدعوت أحرنوت عن الخوف والرعب باعتقادي أنا وبرأيي وبإيماني كائنا مكان ما قاموا به أينما سيتقدموا سيجدون هؤلاء الفتية الذين أعاروا جماجمهم لله بانتظارهم وسيكون نفس السيناريو ونفس المصير ونفس النتيجة بموضوع الأوزح تحديدا دكتور أبن ما بدي أسأل عن رئاسة الجمهورية بما تبقى لألنا من وقت كان حكي عن عملية أسر ما تأكدت لا 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 صار فيه سوق فهم بالحديث عن إحدى الإعلاميات بإحدى المحطات وشخص معني كانت عم تسأله هو جاوبة بفهم معين وهي فهمت علابة تجاه معاكس سعت المقاومة جديا بها المواجهة لأن تأثر على الأقل جثث الجنود هني أعلنوا عن خمسة عن زابطين وتلق عناصر لكن هذا الأمر لم ينجح لكن القادمات برأيي أنا أهم بكتير مما مر بهذا لأنه حضرتك يعني بعد عم بتأكد مسألة دخولهم إلى هذا المبنى وبالتالي كان هناك إمكانية لتحصل أكيد بكل لحظة مواجهة من المسافة بصفر هذا الاحتمال قائم قائم وبقوة بس بالمناسبة ننسي الملالتين اللي بعثون مبارع على طريق ارماش عيتا عصر أمس هنه كانوا ملالات يتم التحكم بها عن بعد هنه بالربوب يتحركوا ما فيهن بشر أبدا أبدا هؤلاء الملالتين كانوا محاولة كشف للكمائن التي أعدتها المقاومة فيما لو اندفعت قوات العدو الملفت أنه كانوا عم يتحركوا بشكل أفقي على تليق ارماش عيتا الشعب وليس بشكل عمودي اندفاعي وهدفهم كان كشف كمائن المقاومة المقاومة لم تأكل هذا الطعم ولم تطلق نيرانا أو تكشف كمائنا وبعد ساعتين من دخولهم أعادوهم إلى أدراج عم بتقلي أنه حزب الله والمقاومة أدركوا أنه هذه الملالات من دون طواقم أكيد ولم يستدرجوا إلى الفخ ليكشفوا يعني هيدا معناتها فيه أدراء على كشف أكيد وهي دي واحدة من الأدلة اللي نحن من خلالها بنحاول نقول مش عم نحكي بعواطفنا ولا عم نحكي بأمنياتنا عم نحكي عن إيماننا المجسد والعمل بقدرة هؤلاء الناس دكتور سؤالت أختم هذا الشق العسكري كل ما يحصل على جبهة الشمال والعمليات التي تحصل بداخل فلسطين المحتلة كيف ستنعكس على الرد على إيران يعني كنا سألنا ببداية هذه الحلقة إذا كان عم بيحاول نتنياهو بهذا الاتهام الإيراني برر حجم ضربة أعلى من الأهداف العسكري أولا ربط ما جرى بقيساريا اليوم بإيران لا أساس له صحيح حزب الله لم يتبنى حتى الآن مسيرة قيساريا هذا بيتعلق بالتأدير عند حزب الله بالتبني أو عدى بالتبني له علاقة بحسابات متعددة نجحت العملية وصلت على البات ولم تحدث غير ذلك هل أحدثت غير ذلك إلى رسائل وحسابات أكبر لكن الأكيد أنه ما في مسيرة جاي مسافي هالأد بعيدة بسيطة الحقي ما صار اللي شافوها وصوروها بتلفوناتهم للتيارة تكتشفي ببساطة أنه جاي من الجهة اللبنانية ما بده كتير يعني صحيح أما بموضوع إيران كإيران الإيرانيين عملوا حركة كبيرة إلى طبيعة دبلوماسية وتحصينية لوائعهم الإيرانيين ماخدين أرار على مستوى القيادة من الرأس من الإمام السيد علي الخامنة بطبيعة الرد على الضربة الإسرائيلية هن أبلغوا الدول العربية التي يفترض بأن الطائرات إذا كانت ضربة بالطائرات ستعبر أجواءها في عنا مسارين جويا بشكل سريع الأردن سوريا العراء أو سوريا العراء والأردن السعودية هوا المسارين الجويا دول كلها المعنية بعبور أجواء أبلغت الأمريكان أنه نحن نرفض بس هن عم يرفضوا تحت قائدة نرفض مرور الإيرانيين ونرفض مرور الإسرائيليين ما علينا الأمر الثاني أنه الأمريكان شركة أساسيين بتأمين الديمومي لأي ضربة جوية لأنه بدون يزودوهم بطائرات تزود بالوقود لا يملكوا هالعدو يمكن عنده تنكر واحد أو اتنين ألف وستمائة مايل لطائرات الأف خمسة وثلاثين بدوا على الأقل أربعة إلى ست خزانات جوية متحركة يعني حسن الضربة تكون بغريت من طائرات أنا برأي لا يملك العدو قدرة على ضرب فعالة بالصواريخ الباليستية لا يملك وهو بهذا العالم ما كان مركز عليه مدم لديه سلاح جو قوي جدا وبالتالي العنجهية اللي عم يحكي فيها عن ضرب إيران لا تلبيها إلا طائرات مثل الأف خمسة وثلاثين والأف خمسة عشر إذا كانت المسافة أقرب الأمر الثالث اللي بدنا نحكي فيه أنه أمريكا فيها تغطيهم شو بدون يستهدفون النووي قالوا لا مش النووي هون فيه فرصة تاريخية ولأول مرة لأن تعلن إيران خروجها من الفتوى التاريخية وانتقالها من دولة عتبي إلى دولة قنبلة هل هم جاهزين لهذا الأمر وعاملين تجاربهم على الرأس المتفجر وعلى وسيلة الإطلاق وكيفية إعداد القنبلة ما بعرف على الأقل ويليام بيرنز رئيس CIA قال على بعد أسابيع أو أيام الأمر الثالث هون أنه عندهم مخزون من اليورانيوم المخصب خمسة تون فيهم 160 كيلو مخصبين 160 هذي بدأي بترفعيهم عفوا مخصبين 60 هذي بترفعيهم بساعات لتسعين وبصيرهم أهلين لا يدخلوا بقنبلة فإذن وشو عاملين الإيرانيين هيدا اليورانيوم المخصب معبيينه بأسطوانات ومركبين على شاحنات ومظهرين خارج الأماكن التي قد تستهدف حطينا على شاحنات متحركة وبالتالي يصعب هذا إمكانية تحديد مكانها فما بالك أنه مساحة إيران ألف مليون وستمية وثمانين ألف كيلو متر مربع وبالتالي هي ليست أي دولة أخرى يمكن إذا بنحط إسرائيل على خاطة إيران ما بتبين بتطلع جرمية وبالتالي موزعين مشروع على كل الجغرافيا ليعقدوا تكرار ضرب التموز العراقية فما بالك أنه الروس مفاعل بوشهر مثلا هني بانيين وبيعتبروا خط أحمر سيادي بالنسبة لإلون غير أنه فوردو وناتانز موجودين بقلب الجبال حتى هاي القنبلة اللي ضربوا فيها اليمن الجمعة الماضية اللي هي جي بيو 57 14 طون هاي القنبلة حتى هاي ما بتعمل شي مع فوردو مع نتانز ومع أراك لذلك مسألة الضربة فإذا هدف نفطي إذا هدف نفطي أنا برأيي عم يعطوهم للإيرانيين فرصة أن يشعلوا المنطة وبالتريقة بتشعل كاميلا هاريس معهم لأنه المواطن الأمريكاني جيبته وقالون البنزين جزء أساسي من قواعد تصويته ما بعرف أنا حقيقة شو هي الأهداف المرضي أمام نتانياهو التي لا تؤدي إلى إشعال حرب أنا بتمنى أنه تولع الحرب الكبرى ولأنه إذا ما كبرت مبتوز على كل حال كامال هاريس عم بتواجه استحاء اقتصادي كبير لأنه اليوم أعلن عن عجز بالميزانية الأمريكية للعام 2024 إذا مش غلطاني 1.8 تريليون دولار زي تثبيت 8% عن العام الماضي والدين 34 تريليون يقال لآخر السنة يمكن يكون أرب 40 تريليون وبالتالي أعلى مستوى بتاريخ هاريس بالإضافة لتصويت العرب والمسلمين واللبنانية بميشيغان وبأريزونا وبويسكنسون وببنسلفانيا بالولايات المتأرجحة رئاسيا بعد عنا وقت نحكي رئاسيا بدنا نفوت قد عنا بعد عنا لو تليت بس بدي أسأل لأنه عمليا كنا قلنا طرح اسم قائد الجيش البعض يتحدث عن إمكانية أن نذهب بخرق رئاسة بشكل سريع واضح أنه في تحريك لأنه يكون في عملية قبل مهلة 25 الثاني وكأنه في استعجال لي ما بعرف إذا بدي فين استخدم فرض رئيس بوقت حزب الله يبدو ما بعرف إذا الرئيس بري معه وماخد قرار أنه لا رئيس قبل وقف اطلاق النال سؤل سؤل أحد كبار المعنيين في هذا الملف من محدثه شو هي عم يتداول هو المحدث مع الرئيس بري بأسماء أتى أحد الأسماء اللي أنت مهتم أنك تعرف مصيرا ونحن اتفقنا هلأ أنه عم نناقش ونبحث عن رئيس توافقي أنا أعرف مصيرا بسأل انطلاقا من كيفية طرح هذا الأسم أنا عم حملك الوزر لا بعد البيانة الثلاثة بري جمبلات مئات طلعوا قالوا رئيس توافقي خلق بغض النظر عن مصداقية هذا الطرح إلى أين يصل وسليمان فرنجي مستمر بترشيحه الرئيس التوافقي لما سؤل هذا المعني السياسي الكبير من محدثه عم يستعرض قدامه أسماء مرأ له أسم قال له هذا الأسم يحتاج إلى أولا تعديل دستوري وهذا تعديل الدستوري يحتاج إلى 86 وهذا غير متوفر هي واحد اثنين هو لا تنطبق عليه مواصفات التوافق لأنه في طيار أساسي بالبلد مسيحي اسمه الطيار الوطني الحر مش مسيحي بالمعنى الوطني بالمعنى البيئة العام ما بده وهذا الأمر محسوم وما في داعي نرجع نكرر ونردد رغم بعض المحاولات التي تجري هنا وهناك وغير صحيح ما قيل أنه هذا الأمر جرى الضغط عليه أثناء زيارة الوزير باسيل الأخيرة صح غير صحيح أثنين دكتور جعجع بالمقابلة الأخيرة لقيله مع أحد المحطات المحليين قال له للمذيع المحترف اللي كان عم بحاوره مع هال مقدم الوطني العظيم التي ألقاها المليئة بروح التشفي والانتقام الوطني انتبهي قال له لما قال له فلان بيّن أنه ما عاد على الدقة الأولى لما قال نحن نسمع فيه بمناقبيته بأداءه لكن لا إذا بدى المسألة تكون جدية فكان فيه خطوة كبيرة إلى الوراء فإذن هاي عم نحكي مسيحيا شيعيا الثنائي لن يوافق على هذا الأمر فإذن من الأساس هن لم يشيروا ذلك لتكتيكات معينة خلال مصاري العملية ولأنه مرشح معروف مش مضطرين يخسروا علاءة مع حدا آخر بعده موجود على رأس عمله في طاطعات بالمعسسة هلأ اختلف الواضع لأنه عم نعترب من اللحظات بدأ إشهار موهف ما عادت المناورة كتير مريحة للكل وكل واحد بده يبقى بحث ست نانسي خاصة إذا كان هذا جدي لكن رأيي أنا هذا الأمر غير جدي حتى الآن لا رئاسي قريبا إلا إذا كانت البوابي لذلك الإعلان عن وقف إطلاق النار فيي اختم معك بكلمي أنا إذا قدر لوقف إطلاق النار أن يعلن الأسابيع الثلاثة التي تتحدث عنها الهدن الأخيرة تاعت الدول الكبرى كافي لانتخاب رئيس ضمن هذه الأسابيع الثلاثة إذا كان وقف إطلاق النار هو البوية بالمواصفات التي تجعل هذا المرشح مكتمل المعاني حول مفهوم التوافق بما يوفر له 86 نائب على الأقل لم يعد مطلوبا أن يحمي ظهر المقاومة أكيد بالعكس مطلوب أكثر أن يحمي ظهر المقاومة لأن هذه المقاومة لن ينجح العدو باجتساثة وسنكتشف أكثر أنها عنصر قوة للبلد هلأ بتقيليل استراتيجية دفاعية تفاهم مع الدولة جنوب النهر بتنسحب منه الوحدات العسكرية أصلا إذا كانت موجودة هذه تفاصيل سهل التوصل إلى مخرجات لإلى إذا كان وقف العدوان هو المدخل في هذا الاتر رابط مع غزة أو من دون رابط غزة لأنه بعد يحيى السنوار صار في تحول بالمشهر أنا برأيي بموقف البيان اللي صدر عن عين التيني وبكلام سماحة الشيخ نعيم قاسم الأخير وبعد استشهاد القائد السنوار واضح أنه غزة بمصار حرب عصابات طويلة جدا ومستدامة ضد هذا العدو ونحنا الآن إما في سياق حرب طويلة أو بسياق وقف إطلاق النار ومعالجة باعتقاد موضوع غزة إلو أيضا مخرجات يمكن سهل أن يتم التفاهم عليها مع الافتراض أنه إذا معركة غزة طويلة وبدوش يتم التوصل لحل عنا فإذا كان بيتحمل العدو هذا النفس المعركة عنا كمان طويلة وإن كنت أنا أميل أن الأمور عنا لا تحتمل كثيرا من الوقت لأن الاستنزاف أقصى وأسرع على كل الأطراف وقد يكون الجميع بلحظة معينة بحاجة إلى مخرج هذا يعني اللي سمح للرئيس الأمريكي يقول الحل في لبنان قد يكون أسهل من الحل بغزة صحيح بدأت شكرك دكتور واسين بازي على هذه الحلقة رح أنوعد منك بحلقة قريبا بتفاصيل لأنه فيه تفاصيل كثيرة ما نحك فيها الحل ما بعد وقف إطلاق النار إذا حصل كيف رح يصير استيعاب حزب الله هل سيتحول ملاحظة أخيرة ستبانسي هناك من يخطط لأخذ البلد بالسياسة من اللحظة الأولى التي تنتهي فيها الحرب إلى اشتباك خطير بالداخل خاصة إذا فشلوا بالعسكر من أن يطوعوا المقاومة وينالوا من سلاحها للأسف الواقع الموجود الآن بالبلد وحجم التفلد فيه خطير وخطير جدا خطير أن تقول إحدى السفيرات ما بعرف وين قالت بتغريدي بصالون أنه استعدوا لمرحلة ما بعد حزب الله في سؤال كبير هون المساكن الإيجابية التي كان لبنان ساحلة إلى لأكثر من عقدين ونصف من البلد هل انتهت باغتيال السيد حسن نصر الله وانتقلنا لأن يكون ساحة اشتباك لبنان في الداخل بين الكبار هذا سؤال جوهري وأساسي أكثر من يعرف إيجابي عنه هن الأمريكان لذلك بتمنى أنا أن لا يكون هذا البلد المرحق والمعاني أمام اشتباك جديد لا يقل خطورة عن اشتباك الجنوب في أفق المرحلة القادمة إن شاء الله إن شاء الله دكتور بزي بدأت شكرك على هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر